شخص قلبك صار بالنسبة للشباب او الاشخاص اللي هما بيطلعوا بطول على السوشيال ميديا وبيرتوا في الدين او بيقولوا كلام كتير عن الدين بقرأهم شخصية ويزعون انا مش قصدي كشخص بان او مثلا زي اسلام البحير ميش جعل باسلام البحير بس اشخاص ميشون ليه الازهر او الفاتوه متطلعش بسرعة وترد عليه او يعني يعني تظهر الاجابة او متخليش مثلا قرأه الشخصية ايه كانت فحيح او فاتدة ان هي تنتشف بايه ده ميطلع او ليه درج سلبي على الشباب او الاشخاص الاخذة علشان احنا في فضل السماوات المفتوحة والسماوات المفتوحة ديه اساسها فرضايم او نموذج معرفي معين وهو فضيط الصورية فيجب علينا ان واشنا بنتعامل معاها نتعامل معاها واحنا عارفين الواقع بتاعها ولذلك تلاقي ضار المفتاق عندها مرصة وعندها موقع وعندها تفاعل وعندها كل سلطر بالاتجابات المختلفة الازهر كذلك الاوقاف كذلك يعني مجلس الاعلى لسول مسلمين يعني اللي عايزة قلنا حضرتك ان الدنيا شغالة لكنها اتسعى القرق على ضار في فرق ديه مشتلة مؤسسة ومشتلة امة العصر اللي انا عايشين فيه ده مشتلة امة يجب عليها الكفيق يجب علينا ان نعمل اربا وعشرين ساعة لفترة نسقط من طولنا وما يكفيش عزيز الشغل فكل الدعوات بتاعتكم دي دعوات انا مكشف منها جدا لانها دعوة الى مزيد من العمل حتى لو كنا قد استهلكنا اوقات العمل لكن ينبايع علينا ان نمنح اكثر واكثر 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 حتى نفس الارمات ان شاء الله